خلق قرآني عثى الإسلام على الستر ورغب فيه ونهى أن يتجسس المسلم على أخيه وتوعد بالعذاب لكل من يشيع الفاحشة في المؤمنين قال تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالواجب على المسلمين فيما بينهم أن يأخذوا ما ظهر لهم من الجميل ويدعوا ما ستر الله من القبيح فالمسلم لا يتتبع عورة أخيه المسلم عامدا ولا يبحث عن زلة أخيه ليكون عليه شاهدا ولا يبتغي الظهور على العيوب ولا إفشاء الأخطاء والذنوب قال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ومن عرف جزاء الستر على المسلمين حرص على إخفاء عيوبهم إلى يوم الدين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة من كان يستر مسلما فجزاؤه ستر من الرحمن حتى الآخرة فلتستروا إخوانكم وتذكروا الله لا ينسى القلوب الساترة اللهم استرنا بسترك واحفظنا بحفظك واجعلنا في كنفك يا أرحم الراحمين خلق قرآني